اجري ميكاند اجري ميكاند مع انيس بن رايينة انيس سباح الخير ومرحبا بكم الجديد اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا انيس كما قلنا اليوم في اول البرنامج امتاعنا الموضوع اللول كل عدو العوايد احنا منيش نبعد عن الموضوع امتاعنا اللول نحكيه على مخزون السدود مبعد باش نحكيه زيد على وضعية الامتار مهمة برشة كيف كيف اه كيما قلنا زادة نصور ثم تحسن لكن مزلنا نقسين انا مش نزيد نقول اكثر انتي بعدش زيد تعطينا اكثر معطيات انيس وبش نكملوا بالميزان التجاري الغيذائي لشهر الجنفي الفين وطلاثة وعشرين نبدو بموضوعنا الول مخزون السدود واحوال مخزون السدود انيس اهلا وسهلا سباح خيرات نستحق التحقت بنا طوي اه انتي دولي لخصت كل شيء ما ميسيرش خزيزون نعطيه بعض الارقام وبعض التفاصيل اه اه بالنسبه للسدود بش نعطيك اه بش نحكيه وعلى ثلاثة رقام اه الرقم الاولاني واحدة وثلاثين فاصل ثلاثة في المئة باه واحدة وثلاثين فاصل ثلاثة في المئة هي نسبة تعبيد السدود امتاعنا في الوقت الحالي اه نسبة ضعيفة اه السدود امتاعنا فيها سبعمائة وسبعة وعشرين مليون متر مكعب عم ناول في نفس التاريخ عنا مليار ومئة وثلاثة واربعين مليون متر مكعب وكننا نقارنه بالمعادل بتاع نفس اليوم في ثلاثة سنوات فارض نقاو عنا نقص بخمسة مئة وسبعة وعشرين مليون متر مكعب ونعرفوا احنا اللي في السبعة سنوات الاخر الكل عنا ستة سنوات جفين كنشوفوا انا كنقودك النسبة العامة هي واحدة وثلاثين فاصلاتة في المياه سدود الشمال معبية بنسبة ستة وثلاثين فاصلاتة في المياه احسن شوية وفيها ستة مئة وواحدة وستين مليون متر مكعب اه صد سيدي سالم يعني نذكروا ديما اللي هو اكبر صد اه في الجمهورية التونسية موجود في ولاية باجا اه اه هنا برا بيخلنا فتح قوس خطرها اه اه تحظر حتى كنعطيه اه لمتار بعض وش نعطيه الكميات ان المناطق قولوا مناطق جغرافية اه ريت البارح وحط البارح في الفيسبوك وبرشة ناس بارتاجي وتحط المياه في ولاية كذا وكذاه هاي كلها مياه تونسية اه ماذا بينا نبعده باش ما تقعشك الحازيزية را والمان تعالنس الكل كما كنها تمر بتاع الناس الكل والزيتون تعالنس الكل وووو والمانتوا جات في لحية وغيرها وسنها كلها رايه بتاع توانسها سواء موجودة في بلاسة معينة ولا ما مش موجودة فيها اه قوس ان نسكروا في ساقطك صد سيدي سالم اكبر صد معبي با في الوقت الحالي بنسبة 16 مياه ما فيه كان تلاثة وتسعين مليون متر مكعب تحسن شوية لكن بقي ضعيف خطر نعرف واحنا صد سيدي سالم كي يبدأ فيه ثمانين مليون متر مكعب يقع يوقف الاستغلال المتاعه فيه صد سيدي سالم من اول موسم الى الان مخذاء احنا مش نعطيك الرقم الثاني مش نحكي عليه اليوم خذاء اثناناش في المية من الموحدة ثلاث شنو معناه صد سيدي سالم من اول موسم الزراعي منها من واحد سبتمبر الفين واثين وعشرين حتيش البارح اخذاء مانا حسطو فيه خمسة وعشرين مليون متر مكعب من المية اهه وقتل المعدل هو ميتين وستة مليون متر مكعب معناه ثمن واضح معناه دوس بورسان من معدلات ورقم الضعيف برشا اه اه كي من النسبة متاع الماء اللي بخزن في الزدود زدى واحد وثلاثين فاسلاثة بالمية ما تحسنتش برشا باللمطار الاخيرة دوب ليش اه ليرادات خنونا نعطيك الرقم الثالث اه ليرادات اه من اول موسم الى الان متمثل كان ثلاثة وعشرين فاسل ثلاثة في المية من المعادلات اقل حتى من الربع اه لسودو التونسية اخذت اه من اول موسم الى الان ميتين واثنين وستين مليون متر مكعب من المياه واه وقتل المعدل هو مليار ومية وستة وعشرين مليون متر اه مكعب معناها عنا نقص بثمانية مئة واربعا ستين مليون متر مكعب من المياه. اه. لهم ارقام كبيرة برشة. هذوما ثلاثة ارقام اه نعود نقولهم تلخص وضعين بتاع السدود. اه المخزون واحدة وثلاثين فاس تلاثة في المياه. اه. مخزون العام. اه صد سيدي سالم مخذاك كان اطناش في المياه من المعدلات. واليرادات اه في السدود التونسي الكل ستة وثلاثين صد هي اه تلاثة وعشرين فاس تلاثة في المياه من المعدلات. هذي بش نخصو بيه الوضعيه الكل. مبه. هذي وضعيت ما يخص دونك مخزون السدود اه للجامعة هذي. ان شاء الله نتمنى ديمان تحصن الاسبوع القادمة. احنا كي ما قلنا احنا الجامعة اللي فاتحكينا تقريب على ثلاثين. بالمياه الجامعة هذي واحد وثلاثين فاسل فاسل. فاسل ستة هكا قلنا اليوم. اهي قلنا ثلاثين فاسل سبعة ثم تحصن لكل ماذا بينا اكثر وديما واعيو. اه راهو اه استعمال المياه نحاولو حتى كي نعرفو واش تيم واش سيف صحيح. لكن حاولو ديما نقصو اه من استعمال المياه. بش نكملو احنا في الموضوع متعلميه. بش نحكيو على وضعية الامتار اه حتى اله حتى التو والجامعة هذي. بسيخة احنا ديما الحاجة اللي نقولوها جوز قوس صغير كيف كيف انيس. الناس يشوفو الامتار يقولو سباو فما تحصن مخزون الصدود بشي تحصن وضعية الامتار بها. لكن الحاجة اللي نقولوه احنا ديما اللي راهو مش بتريقة مباشرة ذي اولا. وثانيا زيدا نقولو اللي راهو مش الكل يمشي في المخزون. مسحيح مش كل يمشي في المخزون. اه نرجو على الامتار الاخراني. احنا نرفو عاشنا من اول موضوع عاشين جفاف. صبت وقصت وراجعت. اه فما امتار اه مهمة كانت في النصف الثاني من شرجان في الفين ثلاث وعشر خاصة في ولاية الشمال. اه اه. اه. اه اه الحاجة بها حسنة الوضعية الفلاحية احنا نقوله. اه. لكن اه كما شفنا ما كانش عندها ثر كبير على السدود. صبت في مناطق بعيدة على السدود. والارض شيحة برشة زادة حتى في مناطق السدود. شربت الكلمة الكل. ان شاء الله ربي يزيد يرحمنا وجيها متارة اخرى. اه معناه ما منتظرة في اخر فيبري وبداية مارس. ان شاء الله في مارس. اللي يزيد تحسن المخزون. اه بصفة عامة. اه قاعد عنا المتار الاخرى عمل التحسن في الكميات. كمعدلات كمية الامتار. اه. عندنا المعدل على تونس الكل متعة التحة واليت من اول ماوسب ولق ثمانية وستين فاصل سبعة ميلي متر. اه. اه. ay يمثل سبعة وعبعين في المياه من المعدلات. المعدل. من اول سبتمبر. حتى ان البارح هو مية وستة وعربعين ميلي متر. اه. احنا اخدنا منهم سبعة وعبعين في المياه. اه. نعرف ما نحرف اللحنا في لاشيح اه في تونس. اه. حوالي اثنين وسبعتصين في المياه من الفلاح امتاعنا وببعلية. اه. هنا لا نتمد على المتار. نحن كذلك نو którąเชش في المفài كبيرة. وهنا نعطيك بالمناطق الجغرافية. الشمال الشرقي الى حد الان مااخذ تسعة وخمسين في المائة من المعدلات. احسن منطقة هذية. مايخذ ميتين واثنين ملي متر. الشمال الغربي مايخذ مية وثلاثة وثمانين ملي متر. اللي يمثله سبعة وخمسين في المائة من المعدلات. الوسط الشرقي ستة واربعين في المائة من المعدلات. والجنوب الشرقي اثنين وخمسين في المياه من معادلات الوسط الغربي والجنوب الغربي نقصين برشا مخنين محسوب الربعة مخنين ستة وعشين في المياه من المعادلات وذا يبقى اعتبار لمتاع المتاع الأسبوع الفارط هنا انا نساحة والشي ما نقولوه كل مرة هو استحفظوا على الماء الوضعية العامة بصفة عامة تحسنت بالنسبة للفلاحة البعليه للجار مصبرة شفنا برشا جار زيتون ماتت وتأثرت بالنحباس اللمتار في عدة ولايات والحمد الله جيت اللمتار الأخرى هذه شفناها حد في مثلا حكينا جمعة الأخرى في سفيقس كانت كميات وسط حدثمانين واحدثمانين مليمتر معناها باهية للزيتين جار زيتين في جمهورية كل معناها باهيت لها اللمتار هذه الأخرى والمتار ديما باهيت لها القوارس معناها لجار مصبرة بصفة عامة تحسنت الوضعية بتاعها بالأمتار الخرنية هنا الخضرويت كيف كيف بالنسبة للعليف كيف كيف فما برشا تحسن الحبوب شفنا في الأمتار متاع جانبي حسنت الوضعية خاصة في ملايات الشمال حكينا قلنا الوضعية طيبة في بنزرت جندوبة وفي جانب كبير من ولاية باجا لكن فما مناطق متأثرة كيما للشمال متاع ولاية باجا قعد متأثر المناطق الأخرى وضعية صعيبة كيما الزغوين كيما الكيف وكيما السليانة كيما تليد بنحكي بالنسبة للحبوب شار لجمتار أخرى تحسن المخزون وتحسن زراعات الأخرى موجودة كيما قلنا في عنا الخضرويت وعنا غيرها هذا معناها وضعية تقلق شوية رغم اللي معنا فما منفراج كيصابت لمطار الأخرى طبعا حتى من الناس اي حتى من الناس صحيح اتفردت باللمطار اما ما جاءتنيش كل لمطار الكبيرة كاللي تعبي صدود ان شاء الله ربي يزيد يرحمنا وزيد تحسن وضعية خطر وضعية صعبة برشة عام صعيف برشة معنا يجب نقولوه يجب العباد معنا تكون مهدايا وتكون مواعية يجب نستحفظو اكثر ما يمكن على الماء احنا زاد على بواب شهر رمضان صحيح شهر رمضان اذا كانت شوفوا معناها الكميات الموجودة توه وشنوه يقع ووقعت الزراعة متاعه منخضرويته وغيره ان شاء الله كل شيء بشيكون متوفر هنا دي مشانا منشوه تخبرشة في الأسعار تفاصيل اعنى يدخلو فينا كينا حكيوه على أسعار ولا غيره بش تكون معناها معاش هالرمضان بش تكون الظروة متاع انتاج الفلفل والطماطم المحمية هنا الكتير بروتيجي هدوما البصل الربع يزاد كيف كيف شكون في الظروة متاعه البطاطا هنا يمكن شخصين تخوف شوية من مادة البطاطا كهو في رمضان كيف بخاطر فما من نسبة هامة ما بين خمسة وعشرين حاطة ثلاثين في المياه ذرت شوية من جليدة هذي بنحكي بالنسبة للبطاطا ما قبل البدرية حتى اللي رمضان بتاعها سنية طايحين شوية بش يكونوا على العادة على خاطر انحي بس لمتار ومفماش كميات متعمال للري وزيد عليها أمانها للجليدة هذا يفهم تثير على البطاطا الربعية فقط بالنسبة لمنتوجات الأخرى بيحاول لها بشكون موجودة الخضر الورقية زادة بش تكون متوفرة كل شي بيحاول لها يكون متوفر البيض نعرفو را قطر فيها رقام تثير من هنا ومن غادي لكن رقام هذو ما اخذينها من من جيباك المجمع هنا اشترك للدواجن منتج الدواجن والأرانم في الوقت الحالي عنا مخزون باربعتاشين مليون بيضة والمخزون للرمضان المبرمج هو حوالي اثنين وعشرين مليون بيضة واضح دونك موجود مغير ما موجود خلزيني كمالا هذو يتبرت يلولا يالا عنيش موجود هذو مخزون اذا في رمضان واضح الكنسوماتيون بتاع العظم نعرفو البريق زييد طبعا هاي ونهار بعد نهار ولا غيرو وتكثر التواجن وتكثر التصنيف والتطبيق ويكثر مصروف هنا زادة مع الاثنين وعشرين مليون بيضة هذو مستوك استراتيجيك ثم ننتاج الشهري متاعنا نعرف نحن ننتاج الشهري متاعنا من البيض حوالي مئة وخمسين مليون بيضة شهرين نونك هذو ممع المخزون بيحاول الليه يتعدى شهر مريقل التخوف زاد شوي بالنسبة للالبان للبان وضعية صعيبة خاطر تراجع في القطيع اللي عليه في غالية وغيرو هنا يجب تدخل هنا سيد وزير الفلاحة البارح كانت عنده اجتماع مع المجامع المهنية مشتركة نعرفو عنا عدة مجامع كما الجيباك والجيبلي والمجمع بتاعتها تربيت الحياة المائية وغيرها ثم عدة مجمع مجمع للتمور ومجمع للجزار المثمرة مجامع منا عندها دور كبير خطر دي ما نحكيه على رمضان راو فيك نقول رمضان فيها عباد تحية للفلاحة اللي تخدم على الروحة وفرما عباد اخرين زادا قاعدة تخطط وتعمل هنا المجامع ما الدور بتاعها تمتص كي بدأ عنا فايد متاع انتاج وكذلك تبدأ ناقص وزادا تعمل هاي الاستوك هذو ما اللي في خطر فيهم كلفة احنا كقولوا باش تخزن البيض ولا تخزن لحم الدجاج ولا اي منتوج اخر فيه كلفة وهنا دي ما فما تدخلات متاع المجامع موش دورة كان الاستوك عندها ادوار كبيرة البرح كان عندهم اجتماع مهم مع وزير الفلاحة والحاجة بها قاعدين مانا يفهم ريزون المو متاع فليار كاملة حتى ما تحطش في السيت يمكن متاع وزارة الفلاحة باشتاق عاجتي مع اخر تشريك زادا فما ماركس فنية قاعدة تخدم والماركس فنية هذي هي رلي ما بين البحث والتنمية وعندها دور مهم ان شاء الله زادا يرجع للدور للبحث العلمي والرشاد مهمين برشة في الفترة هذي خاطر احنا نشوفه توه بالوضعية متاعنا هنا نحكيه بقي على اللمتار كنشوفه اللمتار ماش منتظم حتى كان توه ان شاء الله ناخده جينا كميات توسط المئة في المئة ولا في منطقة احنا تينا الشمال الشارق 59% لكن هذي ما غطيش حتى فيولاي يبيدها يختلف طبعا طبعا تصب بقت اللي مانا حشنا بها ساعة ما تصبش توه تصب بعض تقسطق بعد فترة طويلة يزمنا خدمة اكثر على الاصناف ويزم البحث العلمياتينا نشوفه حتى في الاوروبولو يستعملوا اه دي فاريتيات سيك الكور احنا البحث العلمي هنا نعرف اللي في مثلا الحبوب اه المعد وطن الزراعات كبرى عنده اكثر مئة وثلاثين اه سنف اه اه استنبطهم وان شاء الله مانا نسجلوا اكثر بحث العلمي باش في الفترات هذا نلقاه وزادة المخلفات متاع المنتجات كيفش نستعملوها في اللي عليها في متاع الحيوانات عنا برشة منتجات محلية نجم نستغلوها ونطايحو في الكلفة وتكون موجودة ونستغلوها اذا هي حاجة بيه اللمتار الاخرز اذي كيفش نتمنوها وهنا هي الدعوة اه هي وزارة الفلاحة مشيت فيه اه توجيه اكثر خدر توه بعد لمتار به انه نعطيه لمونيتر توجيه اكثر خدر فما مناطق كما قطلك اه صعيب توه باش ترجع كما فيه مناطق زغوين اكثر بلاسة لكن اه نوجهه الاسم ده خاصة لمونيتر نمشيوه للولايات هذي اللي قاعدة فيها انتاج ان شاء الله يمنعنا شوية اللي هي بنزارة وبيجة وجندوبة هذي بصفة عامة وفما حالة الخاصة شيء اه طبيعي هذي بصفة عامة معناه بالنسبة الرمضان ان شاء الله البضعي تكون اه طيب امتعلم انتوجيش كل للبين يزم يزمها نظرة كاملة للفليير اه هم سينورة الفلاحة بست دي تسلم في القطيع متاحة بشوالي عنها اشكاليات اخرى يزم تطهير قطيع زي ده فما امراض ازا ما تعمل يزم برنامج كبير يتحط بالنسبة للحبوب يزمنا نمنعوا اكثر ما يمكن تمنعوا السناء اه هم عمش ندخل في الارقام وفي القديش يكون الانتاج وغيره يزم زادة نقراه حسابنا على بكري خدر بشيكون عنها نقص ثمانية اه ثمانية ملايين عشرة ملايين يمكن على المتوقع مقبلة والم هنا يزم زادة الفلوس من طول تتبرمج للديوان الحبوب باش مانا يجيب القمح اه مانا القمح على بكري وباش ما تقعناش اشكاليات هدا بصفة عنها. هدا ما يخص اه وضعية كما قلنا الامتار اه بعد المواضيع المياه نتعديو الموضوعنا الاخر الميزان التجاري الغذائي لشهر جنفية فين وتلتة وعشرين تقريب في الدقيق اللي قاعدون. الدقيق اللي قاعدون نحاوله في طريقتين ولا حتى ثلاثة. اه الميزان التجاري غذائي في شهر جنبي عنا نسبة التغطية كانت تغطية يعني نقول التغطية بتاع الواريدات بالصاديرات. اه اه. تسعة وسبعين فاصل اثنين في المياه. اه. مقابل ثمانية وثمانية فاصل ثمانية في المياه في جنبي الفين واثنين وعشرين. اه. نذكروا اللي في عام الفين واثنين وعشرين نسبة التغطية العامة كانت تضعيفها. اه. بنسبة اه سبعة وستين فاصل اربعة في المياه. اه. بالنسبة لشهر جنبي الفين وثلاثة وعشرين عنا عجز بمية واحدة وخمسين مليون دينار الصاديرات كانت 573.9 مليون دينار فيها زيادة ب 16.2% لكن الزيادة تغطيها الزيادة في الواردات للأسف الواردات زادت ب 30.3% وصلت 724.9 مليون دينار في شهر البركة زيت الزيتون حاجة به يمثل 47.1% من الصاديرات الغذائية متاعنا صدرنا 17.9 ألف طن بقيمة 207.1 مليون دينار فما زيادة زادة هناك ب 20.4% الكميات المصدرة تراجعت ب 14.4% لكن الأسعار زادت بنسبة 40.5% هذا بالنسبة لزيت الزيتون بالنسبة للتمور صدرنا 18.5 ألف طن بقيمة 107.5 مليون دينار نكملك بالمنتجات البحرية صدرنا 2.4 ألف طن بقيمة 39.4 مليون دينار هذا بالنسبة للصاديرات بالنسبة للصاديرات نمشون لكم الجزء الثاني هو الواردات الغذائية واردات الغذائية عندنا الحبوب نقول حبوب هنا نقصد قمح صلب قمح لين وشعير ومايس من قلوله ذراء هذوما الحبوب مثلوا 65.1% من الواردات الغذائية متاعنا في شهر جامبي معناها الثلثين هما حبوب بقيمة 472 مليون دينار القمح مثل 42.2% من واردات الحبوب بقيمة 119 مليون دينار نكمل لك بزوز مواد اللي هم الزيوت النباتية والسكر الزيوت النباتية واردنا في جامبي 79.2 مليون دينار واردنا بالتحديد 26.6 ألف طن هذا في جامبي 2023 في جامبي 2022 واردنا 19.8 ألف طن أقل الكميات وبقيمة 34.3 مليون دينار بالنسبة للسكر الكميات الموردة تراجعت ب55.8% دي ما نحكي على جامبي 2023 وارد ما قيمته 24.8 مليون دينار مقابل 82.8 مليون دينار في جامبي 2022 واردنا بالتحديد من الشهر اللي خرجنا منه 24.1 ألف طن مقابل 54.5 ألف طن في جامبي 2022 22 واردنا واضح شكرا لك أنيس حوصلها للميزان التجاري للغيظة إلى شهر جامبي 2023 شكرا لك كل مواضيع الأخرى في جرين آآ زيدا كيف كيف نحكينا على التسحر والجفاف في العالم شكرا للضيوفنا لكل يكنوا موجود